اشتركوا في القناة لهذا الموضوع وأيضا معنا الدكتور محمد بدور اختصاصي جراحة عامة وتنظيرية في مشفى الهلال الأحمر وأيضا مشفى الأندلس وهو مشرف على قسم الإسعاف في مشفى الأندلس التخصصي سهل صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك كل عام ونترح صباحك وأهلا وسهلا فيك يعطيك العافية تقلنا تحت الهواء هلأ جاي من المناوبة من المناوبة لعنا على الهواء فورا خلال فترة العيد وخصوصا هلأ فترة الصيف كتير ممكن من الحوادث ممكن بيتعرضوا للمواطنين خلنا كيف كانت نحكي خلال عيد شو أبرز الأمراض اللي كانت متواجدة وهلأ أصلا بفصل يعني خلال فترة العطلة حتكون هي نفسة تقريبا تماما تماما هلأ المشافي بشكل عام خلال فترة العيد تكون بحالة استنفار وجاهزية لتقديم الخدمات الطبية العلاجية منها والتخصصية والإسعافية تحديدا قسم الإسعاف بسبب تواتر زيادة في تواتر الحالات اللي بتراجع قسم الإسعاف اللي هي منها الردود بأنواعها وخاصة الردود الأطفال ناجمي عن الألعاب المراجيه وما سواها أيضا لدينا حوادث سير متفرقة بالإضافة للغرابات الهضمية أو التسممات الغذائية اللي ناجمي عن تناول الأغذية سواء المخزني بشكل سيء أو غير المراقبة الصحية نعم يعني دكتور مثل ما حكيت في حالات بأيام الأعياد للأطفال أيضا عم نشوف من خلال نحن لك في فصل الصيف في درجات حرارة مرتفعة ومثل ما منعرف الأطفال بيحبوا الطعام اللي بيشترولهم نيام نسوا لوجبات سريعة اللي فيها ميونيز أيضا الحلويات المكشوفة يمكن حالات التسمم هي أيضا ممكن هيك تمر عليكم كحالات أسعافية خلينا نحكي أيضا عنه طبعا هلأ اللي عم نشوفه نحن المراجعين حالات اللي تخلينا نسميها التهابات الأمعاء الجرسومية والفيروسية اللي هي بيطلق عليها العامة المواطنة أنه تسمم كل شي بيسموه تسمم لكن نحن نفصله عم نلاحظ في حالات التهاب أمعاء فيروسية وأخص تجي عند الأطفال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة العالية مع الإفراد بتناول الطعام ولو كان صحي وجيد ولكن مع الحرارة العالية بيصير فيه التهاب أمعاء فيروسي بيقولوا مثلا القريب اللي ينازل على الأمعاء فهون بيعطي أعراض التهاب أمعاء أحد وبيعطي أعراض الإسهال والإقياء وما شابه ذلك التهاب الأمعاء الجرسومي أيضا ينجم عن التلوس الأطعمة سواء الأطعمة غير المراقبة صحيا تكون ملوسة أيضا أنه بسبب الحرارة عالي كثير خلال فترة الصيف هلأ الشهر هذا وخلال فترة العيد التخزين عم يكون عم يعرض الأطعمة لفساد بشكل أسرع بالأخص الأطعمة اللي بتحطوي على البيض مثل المايونيز وما شابه فهون عم يسبب لنا حالات انتهاب أمعاء الجرسومي حاد مع ترفع حروري وأقياءات والإسهالات وأحيانا بيضطر المريض للبقاء في المشفى لتناول السوائل وقتل الإلاج بشكل كامل في عنا حالات تانية كمان غير موضوع الانتهابات الأمعائية ومراض التهيوج الكولون ومراض الكولون تمام مرض الكولون العصبي نسمي أو المتلازمة للأمعاء الهيوجي هو الحقيقة مرض منتشر انتشاره واسع 20% نسبته عالميا يعني كل واحد من كل خمسة أشخاص هو مريض مصاب بهذا نعم أكيد الحقيقة هو هلأ هو مانو مرض خطير ولكن أعراضه هي المزعج الأعراض اللي بتتمثل بتتمثل أعراض التهاب الأمعاء فكر حاله الشخص أنا مصاب بالتهاب أمعه وتواتره عالي كتير اجتنا كتير بفترة العيد من هالحالات هاي هالمرضه هدول صراحة بينطبئ عليهم المثل القائل أنه درهم وقاية خيرهم من كمطار علاج يعني أنا كمريض مصاب بهالمرض مزمين وبيعرف حاله من زمان بيعرف كل شي ممكن يأزيه وبيتجنبه بالحال الطبيعية بتجي فترة العيد مثلا الطلعات الروحات اللقاء الأهل والأصدقاء فبيصير فيه متل بيقولوا بيطلقوا كل واحد يطلقوا العنال لنفسه وما عاد يلتزم بهالحمية فبيجينا الأطعمة العالية للحريرات اللي هي الوجبات السريعة هاي كلها عم تأثر عم تعمل تهيج بالكلون بيجينا المشروبات الغازية المشروبات البحولية التدخين بكسرة الأرقيلي كلها هاي عم تعطي عراض تهيج الأمعاء أو تعطي عراض مشابهة لألتهاب الأمعاء فكر حاله أنا معي بألتهاب أمعاء وبالأسف في منهم بيروحوا بياخدوا دغري أدوية التهاب سواء عن طريقه أو عن طريق الصيدلاني بيعطي أدوى التهاب هون ما نبحاجه إلى أدوية التهاب لأنه هو علاج عرضي بس نحن نوقي حالنا ونعطي شوية أدوية مضادة للتشنج وفقط لا غير يعني هاي نبه كتير لمرضى الكولون بصراحة ما تفكروا حالكم أنه ضغري صار معي إسهال وإقيا معناها أنا التهاب أمعا لا راجع الطبيب هو اللي أقدر على تشخيص الحالي ووصف العلاج المناسب يعني كمان لما نحكي عن الأمراض في الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط كمان يمكن في حالات كانت عم تجي لعنفنا على المشفى الحقيقة مرضى الضغط والسكري والأمراض القلبية بشكل عام هدول أكتر المرضى اللي لازم ينتبه للقواعد الصحية بشكل عام صنعيد وحلو يعني كتير مؤردين للسكريات نحن مجتمعنا مشهور بفترة العيد مجتمع ضيافي كرم الضيافي عنا فالحلويات بأنواعها ولازم الشخص يدوء كل نوع من أنواع الحلو اللي يشغل في السكريات فهون مريض السكري عم يرتفع معه السكر عم يتعرض للأضطرابات بيكون هو ماشي على نظام حمي معينة بيقلك يلا ناخدها نشوف مرضى السكري عم يعكله كتير صايري تماما تماما هذا اللي عم يصير أنه هلأ فترة العيد وهيك وبيقلك الواحد نفري أنا خليني هلأ أفريق أعمل نظام ولكن هو بيدخل بمشاكل الصراحة ارتفع السكر معه قد يضطر دخول المشفى بالإضافة مثلا للمنبهات عنا المنبهات الأهوة مثلا هي بروتوكول أنه فيه قهوة أهلة وسهلة وفيه قهوة مع السلامة بيطلع الواحد خلال الزيارة شربانشي عشر شربانشي عشر خناجين قهوة وهذا الصراحة بيدور مرضى القلب ومرضى نقص التروية القلبية عنا كمان كتير شغلي مهمة كتير لازم ينبه علي مرضى القلبيين اللي عندهم نقص التروية الأفراد بالوجبات يعني البتاء الوجبة الصراحة عم يأكل عم يأكل عم تجينا حالات كتر من الشبع تماما أكتر من الشبع هون عم يصير اللي مريض نقص التروية عم يزيد نقص التروية عنده فأحيانا عم يصير حالات احتشاء من وراء الموضوع ودائما نحن عم شوف حالات الاحتشاء بعد تناول الوجبات السقيلة كمان هدول المرضى نحن مننبهن أنه عدم الأفراد الاعتدال بكل شيء لا تحرم حالك من شيء بس يعني باعتدال بتوازن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابنه آدم ويعاعن شرم من بطنك بحسب ابني آدم ملو قيمات يقوم بنا الصندق فإن كان لابد فسلسن لطعامي وسلسن لشرابي وسلسن لنفسي هالقاعدة كتير مريحة لمرضى لكل الناس بشكل عام للأصحاء أو للمرضى بحد ذاتهم بيتبعوا هالقاعدة أنه ما يشبع لإنسان أولا ما فيصير فيه سمنة وبدانة اللي عم نلاحظة شائعة كتير هلأ صارت بها للوقت هذا وعم نعمل عمليات السليف أو الأص المادي اللي هي عم تجبر المريض على الحمية القسرية لأنه ما فيه عم يلتزم بنظام الحمية فعم يلتزم فيها أجباري عنه بأص المعدة صحيح يمكن دكتور حكيت وانا وهد لشغلة كتير مهمة حتى نرمين يعني دائما الاعتدال بأي شيء بالأكل ما عدا شرب المي لا شرب المي شرب المي كمان شرب المي كمان أحيانا الواحد إنه والله إشرب مي بس لمجرد عدم الإحساس بالعطار ما بيصير معنه بينصحوا فيه أخصائيين شرب المي شرب المي بمعدلات كما ززعت عن حده تماما تماما يعني مو أنه الواحد يشرب يشرب تفرق يعني كمان شرب المي يعني أقل شيء ثلاث لترات يوميا يحاجد الإنسان الطبيعي لتلات لترات والله ما من لحق كاسا نحن تماما هي أقل شيء وفعلا نحن نحس حالنا أنه أحيان ما بيشرب الواحد مي بينسى حاله بالخص فترة الصيف فيه فقد سوائل كتير فيه تعرق فيه روحات وجيات ومشي فهون لازم كمان يكون السوائل كتير نازم ينتبهي عليها وتحديدا لمرضة لمرضة القولون كمان العصبي هذول لازم ياخدوا سوائل كتير لأنه مرضية القولون هو عبارة عن عم يصير معه واضطراب ووظيفة القولون أمساك وإسهال لما عم يصير عنده مثلا الأمعاء تشتغل بسرعة عم يصير فيه امتصاص نقص انتصاص للسوائل عم يصير إسهال لما الأمعاء بتبطئ عم يصير فيه تخمر لذلك الماء بيساعد على حركة الأمعاء بشكل جيد لمرضة القولون العصبي تحديدا هلأ فيه ما بفزا صح ولا لا بيقولوا أن السجارة أو التدخين صح بتحرك الأمعاء ولا لا هاي خطأ هيك بيقولوه شائع سلسلت بالفترة الأخيرة سمع أنت كثير لها المعلومة فطبضيان صحيحة ولا لا أرقيلة أو التدخين هلأ موضوع الأرقيلة مختلف عن موضوع التدخين الأرقيلة ممكن لأنه موجود فيها مادة الجليسرين الجليسرين بتحرك الأمعاء بس مو تحرك أمعاء بشكل صحي يعني مو معناته أنه أنا عندي أمساك بأخذ أرقيلة بس نقول سيئة يمكن أو غير طبي الإنسان الطبيعي لما بيأخذ الأرقيلة بيحس حاله أنه حركت أمعاء وتحديدا مرضى الكولون مرضى الكولون العصبي يصير عنده التشنج كولون كتير فالتدخين بشكل عام أضراره سيئة ما فينا نقول أنه فيه شغلة منيحة صراحة لأنه التدخين هو عادي سيئة أحيانا ممكن الواحد يلاقيها منيحة لأنه حالي نفسية ولكن أنا بدخل سيجارة منبسط يعني بدخل نفس أرقيلة منبسط ولكن هو بصراحة عادي سيئة طبيعا ما أنا مثبتة إذا بنا نقول يعني بكى صحتة بالفترة الأخيرة كتير سمعت يقولوا لي أنه بيشعل سيجارة أو بدي مثلا تماما هلأ هي باعتدال مثل ما قلنا هلأ متل ما تفضلت حضرتك الاعتدال بكل شيء يعني أنا ما عملك أنا سيجارة ولا نفس أرقيلة قاتل يعني بس ولكن الاعتدال يعني أنا في ناس يعني سيجارة مع فنجان تماما سيجارة باليوم مع فنجان قهوة تمرق 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 ولكن مؤنو أنه نزيد من باكتين ثلاثة باليوم أو شيء أربع قمسة منفاز باليوم هذا صار أفراط الأفراط منتقلب لضبه خلال نحكي كمان شوي معك دكتور يعني نحن عم بيقابلها بأسة الشمسة قوية بعدها الأعراض الصحية يمكن أو الأمراض يمكن اللي ممكن نصاب فيها هي كتيرة ممكن تكون خلال ناخد منك شويط نصائح كيف ممكن نحن نتعامل مع الصيف وحرارة الطقس تماما هلأ نحن أهم شيء مننصح الناس وبشكل خاص الأطفال يعني مننصح الأهل اللي ينتبهوا لأولادهم الولد ما بيعرف بيدوا بالصيف يلعب ما بيهمه أنه وقت زروي أو ظهر أو مغرب أو عصر فعني نحن أهم شيء وقت الزروي وقت الزروي هو فترة الظهيرة اللي بحط فترة العصر يعني بنبلش من الساعة 11-12 لبعد الأربعة هلوقت الشمس كتير بتكون مضرة لأنه بتكون كتير عمودية وأشعة تقريبية من الأرض هون لازم نتجنب الخروج إلا للضرورة وإذا كان لابد يستخدم واقية مثل طائية أو شمسية هاي أمر كتير ضروري رقم اثنين الاكثار منشرب السوائل نرجع من أكد إليه الاكثار منشرب السوائل بيكون فيه فقد سوائل منشرب نحن لازم نعود هالسوائل المفقودة نتيجة التعرق الأمر الثالث أنه نحاول قدر الإمكان نبعد الأطفال عن الأغذية غير مراقبة صحيا الباع الجوالين مع الأسلح أحيانا ما بيرعوا قواعد السلامة به الغذاء والطفل هون بيتعرض أنه أحيانا بيأكل أي شيء تماما دكتور حكيت كلمة كتير مهمة الطفل ما بيعرف الصحي وغير صحي من واجب الأهل شوي بأسلوب معين يقنعوا أطفالهم بيمكن حتى حالات ضربات الشمس اللي عم تصير للأطفال يعني هلأ بالأعياد نيرمين عم ينزلوا على محلات الألعاب الظهر طيب أنه يعني لو بعض الظهر أخذناهم ليش نحنا لا نعرضهم للخطر هنا راحين لا ينبسطوا ليش نحنا لا نمرضهم قديش الأهل لهم دور أيضا تماما قديش هيك لازم ننوي عيد كثير لهم دور الأهل يعني طفل ما قلت أنا الطفل ما بيعرف يحب يلعب يحب هاي فنحنا هون دورنا نحن ننبه إنه مثلا هلأ هلوقت هذا إحنا بنا نروح بس بعض الظهر من خفة الشمس بأسلوب بسيط بالأقناع الطفل بيقتنع أما أحيانا والله إذا بدي يتركوا على راحته لأ بيحب يطلع يضل 24 ساعة برات البيت نعرف من أولادنا يعني لك كان هلأ المخرجة تحت الهوامي إنه أنه أخذ لقطة لأطفال هلأ عم يلعبوا تماما إدعش ونوز تماما هلأ الساعة إدعش وثلت يعني حرام هلأ بهلوقت هذا وعم نشوفهم عم يجونا نفس الحالة التهابات أمعاء يعني التهاب أمعاء موجرسومي ما أكل شيء الولد هون ولكن شو تعرض للحرارة تعرض للحرارة مع شوية تخبيص ولو كان بالبيت يعني أكل أكل البيت منوأ ومشروف يمكن هيلح الحالة كمان عم نشوفها بالروح على المسبح يعني بعد بعد المسبح راحين لا ينبسطوا بيجع الولد مريض تماما فشو بيكون الساعة كمان الشمس؟ تماما الشمس المي أول شيء مي باردة بتكون بالمسبح أول ما بنزل عليها للطفل بيطلع من المي الباردة بتعرض للشمس بالإضافة لأنه ما في مسبح اللأ صار إلا في مأكولات لازم يطلع جوعان من المسبح لازم يأكل ولازم يشرب فهون كمان عم تصير نفس الحالة اللي هي بتعرض لسواء بالمراجيح أو بمكان بالسوء وبالحديقة نعم يعني دكتور بننشكرك بننشكر وجودك معنا بننشكر أنا صائح يلي قدمت لنا ياها حتى هيك شوي الأهالي يمعليش يتعبوا إذا أخذين أولادهم على المسبح مثل ما قلتي نيرمين اللي فولهم صندويشات من البيت ما بيأستير إن شاء الله يا رب هيك ما حدا بيمرض ويكون أيام العيد أيام خير وبركة علينا وعليك إن شاء الله نتمنى الصحة للجميع عمين يعني تفضل نتمنى الصحة للجميع ونتمنى الالتزام بقواعد اللي قلت عنا وحكيت عنا عدم الأفراد في الشيء دائما نحن ما نحرم حالنا من شيء ولكن نفس الوقت ما نفرض بالشيء اللي منحبه من أنواع الغذاء لأنه بننكس على صحةنا في العام وانتبخير وانتبقى لفخير دكتور يعني مننا خلالك تحية لكل الكوادر الطبية السورية اللي كانت مستنفرة خلال العيد ولا كل الجهود شكرا لك الدكتور محمد بدور اختصاصي جراحة عامة وتنظيرية ومسؤول قسم التوارئ في مشفى الهلال أهلا وسهلا فيك أهلا فيكم شكرا لكم شكرا لكم